من جديد أهلا بكم قالت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات أمريكية نفذت 14 غارة على أهداث تابعة لتنظيم داعش قرب مدينة عين العرب كوباني يومي الأربعاء والخميس من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 662 شخصا جلهم من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في المعارك التي تشهدها مدينة عين العرب كوباني منذ شهر بين هذا التنظيم المتطرف والمقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن المدينة على الأرض وبعد مرور شهر على بضل كتال في مدينة عين العرب كوباني ما زال المقاتلون الأكراد يقاومون لوحدهم تقدم تنظيم داعش كتال أصفر حتى الآن وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 662 شخصا أغلبهم من تنظيم داعش يضح المرصد أيضا أن 364 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا في الاشتباكات فيما قتل نحو 260 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردية وتسعة مقاتلين أكراد آخرين ومتطوع قاتل إلى جانبهم وعشرين مدنيا كرديا والحصيلة التي يتحدث عنها المرصد تشمل فقط قتل المواجهات المسلحة بين الأكراد ومقاتلي تنظيم داعش أما القتل الذين سقطوا في غارة التحالف الدولي فلا أرقام رسمية بشأنهم حتى الآن فالجيش الأمريكي يعلن فقط في بياناته عدة الغارات التي شنها التحالف وأيضا المواقع التي تستهدفها تلك الغارات وفي آخر بياناته قال الجيش الأمريكي أنه شن 14 غارة جوية تمكنت من قصف 19 مبنى ومركزين للقيادة وثلاثة مواقع كتالية وثلاثة مواقع للقنصة ووفق الجيش الأمريكي فإن الغارات أبطأت فيما يبدو من تقدم تنظيم داعش المتشدد لكن الوضع الأمني على الأرض في مدينة عين العرب كوباني لا يزال هشا حتى أن البنتاجون حذر من أن المدينة لا تزال عرضة للسقوط في أيدي تنظيم داعشة ليبقى مصيرها مجهولا ومرتبطا بمدى قدرة المقاتلين الأقراد على الصمود أمام قوة داعشة أرحب بسيد صبحي غندور الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من واشنطن سيد صبحي أهلا بك نتحدث عن تكتيك الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة في التحالف الدولي نجحت في إبعاد شبح داعش عن كردستان العراق جنوب كردستان ولم تفعل ذات الشيء تحجم أو تقضي على داعش في كوباني أين يكمن السور يا ترى؟ لا طبعا فارق كبير أولا نتحدث عن عين عرب عين عرب كوبان مدينة صغيرة جدا نعم عين عرب نعم كوبان هي مدينة صغيرة جدا قياسا على الآن شمال العراق ومنطقة كردستان لا كانت هي مهيئة لمثل هذه المعارك لا تملك جيشا أساسا كالحال بالنسبة لمنطقة شمال العراق وهي أيضا في تقديري الآن تعطي نموزجا في إمكانية الصمود حينما يكون الوضع داخل هذه المدينة رافضا لما هو يسمى الآن في ظاهرة داعش يعني هو في رأيي الآن مثال مهم لباقي المناطق إن كان في سوريا أو في العراق أن تدرك أنه بمقدار ما يكون هناك هذا الصمود الداخلي بمقدار ما يمكن أحباط ليس فقط هجوم داعش ولكن أيضا الانتصار عليها في أماكن مختلفة أنت تخيل معي أخا لا يعني الآن أن لو سمحت تركيا لمن هم كانوا يريدون بالتوجه إلى منطقة عين عرب وإلى القتال إلى جانب إخواني معائلاتهم هناك لو سمحت لهم بذلك كيف كان سيكون حتى الأمر بشكل مخالب تماما لمن أرى الآن من حصار دائم سيد صبحي سنأتي على ذكر تركيا في خضم هذا الحوار ولكن نتحدث أولا عن حتى تصريحات رسمية مثلا هنا أورد الجنرال جون آلين طبعا منسق التحالف الدولي يقول الضربات الجوية وحدها غير كافية ومصممة للتخفيف عن الأكراد وإتاحة الوقت للحشد لمحاربة داعش هل نفهم من هذا اتساقا مع اجتماع أوباما مع رؤساء الأركان في عشرين دولة أن المرحلة القادمة مرحلة قوات برية هي عمليا مدرك على المستوى الأمريكي أن الغارات الجوية وحدها لا تكفي هذا أمر يعرفه المسؤولون الأمريكيون الآن وتصرفون على أساسه الآن هناك أنباء عن إرسال حوالي 200 من ما يسمون الآن المنستشارين الأمريكيين إلى منطقة الأنبار للمساعدة الآن في مواجهة داعش هذا أيضا إذا أضفنا عليه اتصال وزارة الخارجية الأمريكية اليوم مع من هم محسوبين سياسيا على منطقة عين عرب من الحزب الكردي هناك هذا في حد ذاتي رغم يعطيرات تركية عليه هذا في حد ذاتي يعطي أهمية الآن لدى الولايات المتحدة لمن يقاتلون على الأرض والأهمية للقتال على الأرض لكن الفارق هنا أنه في العراق سؤال مهم لماذا المناطق التي نجحت داعش في الانتشار فيها لم تتحرك بعد بالمستوى الذي نرى يحدث في منطقة عين عرب أعتقد هذا الأمر ما تحاول واشنطن الآن تداركه لأنه حينما يتحقق هذا المستوى من المواجهة في داخل مناطق العراقية لن تكون هناك حاجة لإرسال أي قوات أمريكية أو غيرها الأمر نفسه قادر القوات العراقية الرسمية أو قوات البشمركة في الشمال أو حتى من الآن يتم الحديث عنهم كقوات حرس وطني في مناطق مختلفة قادرون على مواجهة داعش ولكن هنا على قدر تعلق الأمر بالقوات على الأرض هناك من يقول أن الجيش العراقي أثبت عدم فاعليته في المعارك في حرب الإرهاب وبالتالي ليس جوابا مثاليا لمن سيقاتل من القوات الأرضية للاستعانة مثلا بقوات النخبة الأردنية المصرية إن امتنع الحلف الدولي عن إرسال قوات برية هل أنت مع هذا الطرح؟ يعني لنكون منصفين ما هو يحدث الآن مع الجيش العراقي هو لا يمكن سحبه على كل مناطق العراقي يعني ما حدث في الموصل وبعض المناطق ربما كان محصلة وهذا ما أزيع أساسا محصلة لمسئولية الضباط الذين قرروا هم يعني أن يتخلوا عن مسئوليتهم وبالتالي تركت الوحدات العسكرية أماكنها وانسحبت لكن هذا لا يعني أن كل المناطق التي فيها جيش عراقي تتصرف بهذا الأسلوب هناك مناطق في العراقي قاتل فيها الآن الجيش العراقي المسألة في رأيي تعود إلى السبب السياسي الذي أشير إليه والسبب الأمني الذي يرتبط بهذا السبب السياسي أن التركيبة التي حدثت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق لم تسمح للأسف ببناء جيش عراقي وطني واحد وأساسا هذا يحدث بعدما دمرت المؤسسات العراقية مما فيها مؤسسة الجيش في العراق نتيجة الاحتلال فأعتقد هذا في حد ذاته يتم دفع سمنه الآن في المواجهة مع داعش طيب نعود إلى الموضوع الذي طرحته في بداية الحوار تتحدث عن لوم تركيا لأنها لم تسمح بمن يريد نصرة المقاتلين الأكراد هل مرد هذا الرفض التركي والتمنع أنها أدركت أن في الأفق مشروعا أمريكيا لإقامة دولة كردية وبالتالي تهديد المصالح الاستراتيجية لتركيا وبالتالي وقفت وقفة الحياد من قال أن هناك الآن مشروعا أمريكيا لإقامة دولة كردية أنا لا أعتبر أن هذا مسلم الآن يجب الأخذ فيها ربما ما هو خلف التحفظات التركية أن نتائج هذه المعارك في حال حسمت في مواجهة داعش ولغير صالح داعش أن نتائجها ستكون لصالح الطرفين أو لصالح الحكومة السورية والنظام السوري الذي تعاديه أنقرة وأيضا لصالح هذه القوى الكردية التي كانت تاريخيا تقاتل أيضا تركيا حزب العمال الكردستاني نعم حزب العمال الكردستاني نعم وبالتالي تركيا لا ترى أن لها مصلحة في إنهاء داعش من خلال الآن مساعدة القوى التي كانت تقاتلها في السابق خاصة أنا كما نعلم حزب العمال الكردستاني كانت الأرضية الأساس له في منطقة عين عرب في فترات تاريخية سابقة فأعتقد الآن تركيا تتصرى في منطق أنه لتدع هذه الأطراف تقاتل بعضها البعض يعني أن من هو عدوها التاريخي يقاتل عدوها الحالي في الحاضر التي هي داعش ويقاتل أيضا النظام في سوريا هي لا ترى ربما من المصالح التركية الآن أن تنتهي الأمور وتحسن لصالح لا النظام في سوريا طبعا ولا لصالح حزب العمال الكردستاني هل تعتقد سيد صبحي أن الحل وطوق النجاة للمقاتلين الأكراد للتغلب على مقاتلي داعش ربما سيأتي من ألمانيا التي تحدثت عن إمكانية تسليح مقاتلي حزب العمال الكردستاني وليس من التحالف الدولي نعم يعني إذا أضفت إلى الموقف الإلماني ما أشرت إليه منذ قليل حول اتصال وزارة الخارجية الآن مع هذه القوى العاملة في منطقة عين عرب كقوى كردية فاعلة هناك هذا يشكل ضغطا على تركيا ويجعلها هي الآن تركية أمام خيارين أما إذا كنت كدولة لا تريدين التحرك فنحن سنتحرك مباشرة إن كان من خلال الولايات المتحدة أو ألمانيا وأطراف عديدة وهذا ربما ما سيدفع أنكرة لتغيير موقفها حاولت واشنطن طمأن التركية في مجالات مختلفة يعني أعطتهم حق تدريب معارضة سورية أعطتهم أيضا نوع من الإشارة بأنها ستشارك بقوات أخرى غير القوات التركية وكل ذلك لم ينفع حتى الآن تركيا ما زالت مصرة على المنطقة العازلة التي ترفضها واشنطن وترفضها أطراف عديدة أقليمية في المنطقة الآن فأعتقد الآن يعني الضغط على تركيا هو قائم من خلال أما التحرك مباشرة عبر أنقرة أو أنه سيكون بشكل غير مباشر من خلال ألمانيا والولايات المتحدة وأطراف عديدة تساعد عندها هذه القوى الكردية وتجعلها ممكن قابل أن تأتي من العراق إلى سوريا لتقاتل إلى جانب عين عربنا هنا نتحدث عن هذه القوات البرية التي ستقاتل وبالتالي هل نحتاج هنا إذا أنزلت قوات برية إلى تغيير تعريف هذه الحرب من مكافحة للإرهاب إلى مقاتلة قوات برية وإن كانت غير نظامية لكنها تملك دبابات ومدفعية هي عمليا حرب بكل معاني الكلمة الآن داعش ليست فقط فصيل أو تنظيم كحالة القاعدة أو مجموعة أفراد منتشرين بأماكن مختلفة هي تملك عمليا الآن ما أشبه بالجيش هي تملك دباباتها تملك مدفعية هي تملك إمكانيات مالية ضخمة أسعار النفط في الولايات المتحدة تنخفض ربما لأن داعش الآن تصدر النفط يوميا أبر تركيا وغيرها فأعتقد الآن هناك واقع حال أنك تدعمل الآن مع جيش ومع دولة لكن هذا الجيش وهذه الدولة هي طبعا رحالة الإرهاب الذي ليس له حدود ضد كل من هو ضده وهذا في حد ذاته في رأيه يجعل القوى المتناقضة الآن في مواقفها كانت في الفترة السابقة أنها مدعوة إلى التآلف والحد الأدنى أن توجد هذا القاسم المشترك وهو إنهاء وإلغاء ظاهرة داعش لأن داعش ليست خطرا على حكومات هي خطر على كينات وبالتالي إذا كان مواجهة داعش سيؤدي الآن إلى وحدة الكينات على الأقل فتترك مرحلة الصراع على الحكومات إلى مرحلة لاحقة وليس الآن أعتبارها هي الأولوية كما هو الموقف التركي للأسف الآن في هذه المرحلة طيب هنا نتحدث لم يرد في خضم الأجندة الدولية لمحاربة التطرف هنا نقصد داعش مثلا قصة البحث عن البغدادي وعملية اغتيالة بطريقة ما مثلا تجفيف منابع الإرهاب هنا أقصد بطريقة ما فقط يركز على الجانب العسكري هل ترى في هذا قصدا معينا؟ هذا ما هو في الأعلام وفي الآلان لكن حتما هناك الآن خلف ذلك مشاريع عديدة يعني الوصول إلى قيادات من هذا النوع يعني لم نكن نعلم أن الولايات المتحدة تخطط للوصول إلى بن لادن إلا حينما جرى قتله في باكستان هذا أمر في رأيي من الأمور التي لا تعلن يعني ولا يتم الآلان عنها مسبقا فحتما هناك إجراءات أمنية عديدة لكن كيفية تحقيقها ومتى أنا أعتقد هذا الأمر لا يجب المراهنة عليه المراهنة الأساس في تقدير يجب أن تكون على إضعاف البيئة التي تتحرك من خلالها داعش وهذا يعودنا إلى عين عرب أنها حينما وقفت عين عرب في مواجهة أجمال داعش رغم أنها محاصرة بدون إمكانيات وعمليا أفراد بأسلحة فردية بسيطة استطاعت الصمود في هذه الأسابيع الماضية أعتقد هذا ما هو مطلوب للمناطق الأخرى في العراق وفي سوريا أن تكون الأولوية الآن لمواجهة داعش وليس الحديث الآن عن ما له علاقة في توزيع الحصص في هذا النظام أو ذاك في هذا البلد أو البلد الآخر السيد صبحي غندور الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا من واشنطن شكرا جزيلا لك إذن ينتهي ملفات ونذكر بالعناوين سبعة عشر قتيلا في معركة تحرير بنغازي خلال أربع وعشرين ساعة من انطلاقها الحوثيون يقتربون من السيطرة على مضيق باب المندب والقاعدة تستولي على مركز مدينة العدين وأكثر من ستمائة وستين قتيلا خلال شهر من المعارك في كوباني وأربع عشرة غارة للتحالف قرب المدينة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء